السؤال الثالي من حساب شايماء بيقول هل أنية للصلاة؟ هل أنية للصلاة مثل نوايته أصلي صلاة العصر مثلاً تقال سراً وأم غاهراً؟ هو أصلاً أنية محلها القلب الأصل أنية محلها القلب ويجوز أن أنا أستعمل الصوت عشان أستعين به على النية يعني يجوز أن أنا أستعمل صوتي عشان أستعين به على النية فايبقى ده اسمه جهر بس الجهر مش الجهر اللي أنا بكلمكم به ده لا ان انا اسمع نفسي مش ان انا اسمع الناس كلها اللي حوالي لا ده صوت خافت جدا 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 يبقى اذا الاصل في النية لو ان انا قلتها سرا خلاص بس انا بخاف من الاسئلة اللي زي دي ان هي ممكن تكون جاية من حد عنده سواس فيجي يقول لي والله انا لما ما بقولش النية بلساني احس ان انا ما قلتش النية طب اعمل ايه زي ما انا قلتك كده قول ان هي بصوت خافت ولا وليس بصوت جهوري لا صوت ايه صوت خافت كده ويكون ده صحيح اه يكون ده صحيح السؤال اللي بعد كده بيقول من حساب تيتو بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ممكن اعرف حق الجدة من مراسي الابن حق الجدة الجدة يعني ام الام او ام الاب فام الاب دي ايه اللي حاصل بتارس بتارس ايه بتارس مراس الام السودس فهي بتستحق المراس وتستحق السودس زي الام بالنسبة للابن لان هو مش هيسعيته مش هيبقى الابن احنا سعيته عايبقى ابن الابن ليه طيب لان عشان تبقى جدة يبقى المتوفى لازم يبقى ابن الابن لكن الابن ساعتها مش هتبقى اسمها الجدة هتبقى اسمها الام انا بقول كده ليه دايما لما بيجوا يسألونا في المراس بيخلي بالك وانت بتفتي تعمل ايه خلي بالك ان انت لما تيجي تتكلم اتكلم منبهه ان احنا بنحط القرابات بالنسبة للمتوفى مش بالنسبة للمتكلم لانه ممكن يجي يقولك ايه عمتي عمتي اللي هي مين اللي هي اخت المتوفى فهو بيقولك عمتي لا احنا دلوقتي بيقولك مات ودرك عمته لا ما ترجحش عمته ده درجة اخته فانت لازم تكون ملتفت لده فهنا هو سأل بيقول من مراس الابن يعني يبقى هنا المقصود بابن الابن وليس المقصود بابن مباشر لانه ابن مباشر اللي هو الفرع بتاعه يعني يبقى اسمها هي ام السؤال اللي بعد كده عبد الرحمن من حساب عبد الرحمن بيقوله عايز اعمل قرد عشان اجيب شقة هل حلال ولا حرام في نوعين وخلاص بقى متساوي متساوم بالاتنين في نوعين من الشراء الشخ النوع الاولاني ان انت تروح تشتري الشقة البنك ياخده يشتريها لك ويبيعها لك وتمويل العقاري ده اسمه قرد اسمه والبيع بالتمويل العقاري ده اسمه بيعب التقسيط يعني ايه اللي حاصل البنك بيبيع لك الشقة ويقصر لك تمنع هذا ده اسمه بيعب التقسيط وتسميت وتمويل فيه تجاوز تمويل يعني ايه هو بيعطي لك لانه سعيته بيعطي لك سلعة ما بيعطي لك شمال يبقى اذا كنت انت عتروح للبنك والبنك عيشتري لك الشقة ويعمل عليها حظر بيع او يعمل عليها اي قيود يحفظ بها حقه لغاية ما تتمم انت الاقصاد ده هيبقى اسمه بيع بالتقصيد الناحية التانية بقى لا ده البنك عيجي يعمل ايه يديك فلوس من اجل شراء شق او من اجل خدمة او من اجل اه مشروع وده يبقى اسمه سعيته تمويل والتمويل ده سعيته جائز والتمويل كده سعيته جائز لان الشقة دي سلعة فاذا تخللت السلعة فلا ربا يبقى فلا اذا تخللت السلعة واذا تخللت الخدمة واذا تخلل المشروع فسعيته مش هيكون في ربا وسعيتها هيبقى بيع هيبقى سعيته التمويل جائز يبقى اذا كان ده اه عن طريق ما يسمى بالتمويل العقاري اللي هو بيبيع لك الشقة ويعمل عليها حظر بيع أو عيديك فلوس لأجل شراء الشقة ده يبقى جائز وخاصة أن ما بقاش دلوقتي في حد بيأخذ أموال من غير ما بيكتب الغرض اللي من أجله هيأخذ هذه الأموال ما بقاش في قانون البنوك أن يجوز في إعطاء المال أو يجوز في وسائق إعطاء المال أن ما يكونش فيها بيان للغرض اللي من أجله يعني نحصل على هذا المال فعشان كده بقى ده جائز وده بقى شكل من أشكال التمويل وده شيء مهم جدا لازم نفهمه عشان كثير من الناس بيقع منهم مشكلات بيقع عندهم مشكلات أن إيه ده أنا أخذت فلوس لقارد لا القارد الشخص أن أنت أخذ فلوس دي لأي شيء من الطرف لأي شيء مش شراء سلعة ولا لخدمة خدمة زي عملية مثلا ولا لعمل ولا لتمويل مشروع ساعتها هيبقى ده على طول دوت اللي احنا بنقول عليه قارد شخصي لكن دي ليست قروضا شخصية ولكن إما بيع بالتأسيط وإما نوع من أنواع التمويل وكلاهما جائز